جنود الاسرائيليين يتمردون كي لا يشاركوا في الحرب اكتر من قضية في تقرير اسرائيلي وقناة 12 الاسرائيلية مبارح قالت ان في 30 جندي من الجيش الاحتياطي تلقوا امرا بالتحضير لعملية رفح ولكنهم رفضوا اوامر الاستعداد قائد قال انه تلقى عشرات رسائل من جنوده اعربوا فيها عن عدم رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية في رفح اما الان وحسب التقارير المنشورة فتلق بيب تنتظر رد يحيى السنوار وجماعة حماس على الشروط الموضوعة لبدء هدنة وتبادل الاسرة ليحدد بعدها اذا كان او متى سيقوم بغزو رفح الذي ترفضه مصر رفضا قاطعا اشتركوا في القناة